من يوضادي أنا حاضر بنوادر أجتادي حكاية تنسى أبداً أبداً حكايات ضحكات وعيضات هيا نشارك هيا نرى كي نتعلم من مجرى قصة قلوة خيالية مع أنثال شعبية فيها الحكم صحلى الهجم الحمار والجنادم الجو جميل والوقت ليل وكل ما في هذه المزرعة يشعر بالطمئنة حتى أصوات الجنادب التي نسمعها الآن وصرير الجندب يحدث نتيجة احتكاك جناحيه الأمنيين إذن هو ليس غناء أنتم من فضلكم مال هناك صوت قبيح أليس كذلك؟ أنتم من فضلكم صوت قبيح أليس كذلك؟ تعالوا هنا تعالوا لنرى لنرى من هناك هيا بنا هيا الحمار الحمار لا لم تزعجوني أبدا ناديتكم لسبب آخر أريد التكلم معكم الحمد لله ظننا أننا أزعجناك هل نتوقف؟ بالعكس تماما أصواتكم جميلة وتذين تعب النهار أشكركم جدا لقد أفرحتم قلبي أشكركم كلماتك تساعدنا إنه لشيء مفرح لكم جميعا أصوات حلوة شكرا لك أيها الحمار طبعا أصواتكم حلوة ولم أسمع بعد صوتا أجمل من أصواتكم هذه حقيقة وكل من يستمع لأصواتكم يوافقني الرأي أتعتقد ذلك سهلا أيها الحمار كثيرون يقولون ذلك أزل معك حق والآن فقط لابد وعنكم أصحاب موهبة لذا لن أسألكم كيف تصدرون تلك الأصوات الههم ماذا تشربون أعني ماذا تشربون فلابد وعن ذاكي هو السبب في جمال أصواتكم أرجوكم أخبروني أرجوكم أصواتكم أصواتكم أصواتك وقرر أن يتناول قطرات الندى كي يجمل صوته هذا مضحك ما الخبر في العادة تقفز عند سماعك صوت قطواتك ما المسألة هذا هو الطعام وهو المفضل لديك ما المسألة ماذا أصابك أيها الحمار تكلم هذا مضحك كانت شهيته كبيرة حتى البارحة إنه الندى آخيرا تحرك ماذا حدث انتبه توقف توقف ما الخبر ماذا تحاول أن تفعل أريد الندى أرجوك اسمح لي بالخروج أريد أن أشرب الندى 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 ماذا حل بك هذا الصباح حقا أمرك غريب هذا اليوم وقطرات الندى تتكون من اختلاف درجة الحرارة من البارد إلى الدافئ نفسيا هذا هو لو شربت هذا وراح يشرب قطرات الندى فهل سيتحسن صوته هذا هو لو شربت هذا فالآن أصبح صوتي جميلا لا يوجد شيء لا يوجد شيء لا أمل فقط جف الندى فهو يجف بسرعة وجدت الحل الندى ماء لذا ان شربت ماء كثيرا يكون هذا الصحيح الآن أنا على ما يرام الماء لا يفي لابد من قطرات الندى حسنا إلى الغد لابد من قطرات الندى وظل الحمار يجمع قطرات الندى وهمه الوحيد أن يجمل صوته القديح ولكن الندى لا يجمل الأسوار والآن بعد أن شربت الندى سأغني سأصبر وسأثابر ويوما توجه المزارع إلى البلدة وحمل على الحمار بعض الأغراض لكن الحمار الذي شرب قطرات الندى وامتنى عن الطعام هارت كواء أنا جائع لكن الصغر جميل سأفاجئ الجميع بصوت حلو أنا جائع ولم أعد أحتمل أنصر لو أكل ذلك فقط ولكن لا يكون صوتي حلوا إذا أكلت العلف يجب أن أحصل على مزيد من الندى يجب أن أحصل على مزيد وظل الحمار مصمما على تناول الندى فقط والانتناع عن الطعام أصبح غريبا في الفترة الأخيرة ولا يأكل عالفا ترى ما حكاية هذا الحمار لو أن المزارع عرف حكاية الحمار لا عرف كيف يعالج المعقف لكن الحمار كان في عالم ثاني كان يحلم بأن صوته جميل والحيوانات تستمع إليه شكرا لخفع شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة إلى الخارج كان حلوان لكنه كان صوتا حلوان والحلم ترك ذوقا رديئا فلم أتناول إلا الندم أخرا لذا أنا متعب وجائع لن أفعل ذلك لأنه سيكون لي صوت حلو علي بالصبر هذه المرة يجب أن أسرع ويأخذ الندى وإلا سيجب وستفوت علي الفرصة ندى ندى ما أحتاج حصلت على الندى لو حصلت على الندى لأصبح لي صوت جميل مسكين هذه عاقبة من يقلد غيره موسيقى 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 ماذا تفعل يا نجوم أبحث عن الجند ليعلمني الغناء إنه لا يغني بل يحق أجنحته وأرجله أتعني أن الصوت الذي نسمعه يحدث عن احتكاك أجنحته وأرجله؟ طبعا ثم إن صوتك أجمل من صوته وليما نقلد غيرها وعند كل واحد منا شيء جميل؟ موسيقى 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 أنا حاضر بنوادر أجتابي حكاية تنتى أبداً أبداً موسيقى حكاية تنتى الضحكات تن وعيدات تن هيا نشارك هيا نراك كي نتعلن من ما نرى موسيقى قصة خلوة خيالية موسيقى مع عنثال شعبيا في الهكم صحر الهكم